لا تقل جهود القاتل من السماء كما هي من الأرض على استمرار الحرب هنا تعترض منصات الدفاع الجوية السعودية صواريخ باليستية تطلق كما تقول وسائلها الإعلامية من الأراضي اليمنية هذا الأخير سقط في مدينة أبهى لكنه لم يخلف أضرار كما اكتفى الأهالي بالتقاط صور برفقة مخلفات الصاروخ لكن يرى مراقبون في توقيته أمرا غير بريء خصوصا أن فريق المفاوضين الحوثيين في الرياض بصحبة المبعوث الأممي والزيارة بحسب معلومات تأتي في إطار جهود حث الطرف السعودي ووفد الميليشيا لإيقاف القتال على الحدود الذي تجدد بعد أن توقف خلال فترة مشاورات الكويت وعلى وجه الدقة لم تحدث هذه الصواريخ أي أضرار سوى أن مصدرها يطمح إلى إفجال أي اتفاق ترجوه الأطراف لإيقاف الحرب بالاتفاقات السياسية بينما الواضح هنا أن طرفا يسعى على الدوام إلى تعثر أي اتفاق وليس المرجح أن يكون الرئيس المخلوع بل هو المعني بكل هذه الحرائق موسيقى موسيقى